انا شايفاك اه يعني انت بتحب الطرف التاني بتحب الشريك جدا اه شايفاك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة اه شايفاك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان اه تخليها تمشي لقدام اه شايفاك كمان ممكن طالب منه فرصة يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن اه بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف التاني شايفاك كمان ممكن تكون اه نستني منه فرصة اه في موضوع كمان مادة اه غالب على القراءة جدا يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير ممكن بعضكم في اه تعصر في الحالة المادية ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي تفكير الطرف التاني اه فيك ايه او في العلاقة انا شايفا بيشوفك يعني اه كارت المجيشن هنا يعني الساحر اه هو يعني يا اما بيشوفك اه اه يعني شخص جذاب وجميل وعندك ادوات كتير وتقدر اه اه توصل العلاقة اه لشكل افضل او ان هو اه يكون اه بيشوفك شخص مخادر اه اه كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي زيادة عن اللذوم انت اللقاثه في التانيكالز تلاعتلك في القراءة مرتين يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو انتو محتاجين فرصة والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة اه كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات مرتبطة برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي يعني انتم الاتنين تفكيركم كتير مقارب من بعض لكن في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه في تفكير الطرف التاني من ناحيتك كده تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان هو المفروض يكون بالنسبة لك يعني ممكن اقول لك على حاجة ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك اغلب الطاقة اللي موجودة معي هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو دا اللي انا شايفاه اا اا الشخص ده اا في حب كبير لي جد وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر له. عايز يتكلم معيك. عايزة يصفي الامور تماما. عايزك ان انت بتاعة تدي له فرصة. آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة. آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا. آآ نوايات يعني اول حاجة يعني انا شايفة الاتنين في قص. هو عايز علاقة نجحة من كل حاجة. تبقوا انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واطفال. وحياتكو سعيدة وكويسة. كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله. آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلمية بتاعه. آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك. دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة. انتو الاتنين تكونوا متحدين جوة بعض. آآ وشايفيك كمان في نوايات هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيدعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص. سواء انت راجل او ست. كل نوايات ويسة جدا انت جاه العلاقة. آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية. لا هو فيه عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ تعبان مش ناقص مش متحمل. انت شخص بتعاني من حاجات كتير. فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده. عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة قويسين جدا. لحد دلوقتي. ايه مصير العلاقة? آآ مصير العلاقة. آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بصو هي قرارة ممكن تكون عاكسية. بس الطرف التاني آآ تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ فيه حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصحة. كده هو حقق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوائي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة. عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة. عايزة اتحاب لك كارت تاني لمصير العلاقة معلش. بسم الله الرحمن الرحمن. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان. آآ اه هو الشخص ده آآ حذر من حاجة. او انت. يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق. هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بالذات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف. آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف. آآ شخص ده حذر. او تكون ده احتسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني. طب النصيحة بتاعتك آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ حاول انك تشغل نفسك. وبعد عن التردد. آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاضطارو عايز يقول لك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقول لك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وبعد عن السلبية وانك آآ تبص لنفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المجني عليه آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فاقبعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت آآ او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بزداد على المستوى المادي آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية يعني انا شايفة انت معك شخص بيحبك آآ شايفة الاسف بنتكاز انت عندك فرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايساك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكو بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في دماغت لو بعضكو عندو علاقات كتير آآ يبعد عندو يحدد هدفو يحدد اختيارو بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايف والشير والسابسكرايب آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعايزبين دلوقتي برج السرطان بالنسبة للعايزبين هنقول مع بعض القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره آآ تجاهك او تجاه العلاقة ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله آآ هقول الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعايزبين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكتف انت مقيد في ووضع معين الوضع ده تعبت جدا وانت مقيد في وعاق وحاسس انك مش عارف تخرج منه آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحس بمسلا يعني هنا ممكن تقول لي حاجتين يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ انت متكتف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند الشخص تاني آآ ده بالنسبة للعيزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراع قداني في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصس على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مسلا نستني انك يعني يحصل الارتباط آآ بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه آآ لكن اللي بعد كده لزا تور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطئة آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كلمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن في علاقة هيكون فيها طلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مسلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى لو مكنتش تعرفه علاقة علاقة عاطفية بس انت شفته قبل كده او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاط اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معاك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو آآ والمائية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معاك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الحوت آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكل تتعاملوا مع اشخاص آآ ابراز مائية كتير ونارية كمان. آآ وبرج الكوز كمان. تعيز نبدأ افكراه او هنقول انت ايه او كده انا شايفات في الوقت الحالي انت واقس مستني. انت حواليك جاي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ ناس تكون حواليك معجبين مسلا ناس بتحبك لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه. باصس عليه ومستني يجي لك. مستني يخد قرار. مستنيين هو يكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة في حب من ناحية الصرف الثاني لك. آآ في حب متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ سلسية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني. آآ لكن انتوا ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده. سويني بقى. آآ انت ممكن تكون عيشتوا مع الشخص ده كستة حب وكان بينكو مثلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة. او آآ انت اللي سيبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفاك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخصك انت انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعض. ممكن يكون فيه آآ طرف تالت آآ ثلصص ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لبعض من نقو. آآ لان الكراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر قلها دلوقتي. آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة انا. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا ان تنبع الطرف التاني. لكن في كل الكراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بعض. يعني فيه طرف تلت يعني فيه طرف تلت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص المبورجنيري. او السرطون او العقرب. او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. آآ عايز يبدأ معيك بداية جزيدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك ده. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. هي آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه? آآ آآ هو خايف على قيمة على العادات على تقاليد. لكن في عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة. وهو ده اللي يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. آآ شايفة كيه بينكم تواصل روحي في تفكير قوي.